اشتركوا في القناة وفاصيله المهمة بدءا بخصائصه الأمراض التي يسببها ثم سنناقش فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 ما هو كيفية انتقاله أعراضه كيف يتم تشخيصه علاجه وأخيرا كيف نستطيع الوقاية منه كما يمكنكم التنقل بين المواضيع السابق ذكرها بسهولة ودون الحاجة لمشاهدة الفيديو كاملا إذا أردتم من خلال اختيار العنوان المطلوب الموجود في وصف الفيديو بداية يعرف الفيروس بأنه عامل معد ممرض متطفل مكون من حمض نووي محاط بغلاف بروتيني يحمي المادة الوراثية هذه هي البنية الأساسية للفيروس لكن تختلف الفيروسات عن بعضها البعض من ناحية التركيب والتعقيد فبعضها لها غلاف دهني إضافي يحميها من الخارج أما بالنسبة إلى الحمض النووي للفيروسات يمكن أن يتكون إما من DNA أو RNA ويمكن للDNA أو RNA أن تكون أحادية أو ثنائية السلسلة وعلى هذا الأساس نستطيع تقسيم الفيروسات إلى مجموعتين بحسب المادة الوراثية إلى DNA أو RNA ثم كل مجموعة نستطيع تقسيمها أيضا إلى مجموعتين بناء على وجود الغلاف الدهني الخارجي أو لا بداية لنتفق على التالي مرض COVID-19 يعني دائماً فيروس كورونا بينما فيروس كورونا ليس بالضرورة دوماً أن يكون مرض COVID-19 فقد يسبب فيروس كورونا أمراضاً أخرى كما سنرى لاحقاً كورونا باللاتينية تعني crown باللغة الإنجليزية أي tage وسمي ذلك كون شكل الفيروس يشبه التاج تحت المجهر الإلكتروني لذلك قد يسمى فيروس كورونا أحياناً بالفيروس التاجي كورونا هو فيروس رايبوزي RNA أحادي السلسلة وموجب الاتجاه يمتلك قفيصة منواحة لزونية متماثلة ولديه غلاف خارجي بالنسبة لدورة العدوى لفيروس كورونا فهي تتكون من ثلاث مراحل كما هو الحال لدى العديد من الفيروسات الأخرى أولاً الدخول إلى خلية المضيف فعلى سبيل المثال فيروس SARS-CoV-2 يدخل إلى الخلايا باستخدام مستقبلات ACE-2 ثانياً التكاثر داخل الخلية وهنا يعتمد على بوليميراز RNA المعتمد على الRNA أو RNA-dependent RNA polymerase وأخيراً التحرر وخروج الفيروسات الجديدة فيروس كورونا باختلاف سلالاته لديه القدرة على إصابة الإنسان والحيوان مسبباً العديد من المشاكل كما أنه يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي والهضمي العديد من سلالات فيروس كورونا لها القدرة على إصابة الإنسان ولكن ليس كل الأمراض الناتجة عن فيروس كورونا خطيرة سريرياً فعلى سبيل المثال فيروس كورونا يستطيع أن يسبب الزكام للأطفال والبالغين أو التهاب القصبات أو ذات الرئة ولكنه أيضاً يمكن أن يسبب أمراض أشد حدة وخطورة لبني الإنسان كالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو حتى مرض كوفيد-19 فيروس كورونا له العديد من السوابق في تفشي أمراض عديدة وليس فقط مرض كوفيد-19 الذي نشهده في أيامنا هذه في عام 2003 فيروس سارس كوف تسبب في تفشي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة أو ما يعرف بسارس ثم في عام 2012 تسببت سلالة أخرى من فيروس كورونا بتفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية آنذاك كان المتسبب هو فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس كوف والآن سلالة مختلفة من فيروس كورونا غزت العالم وتسببت بجائحة مرض كوفيد-19 حيث كان المتسبب هو فيروس سارس كوف 2 جميع هذه السلالات من فيروسات كورونا والأمراض التي تسببها تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي لكنها تختلف من حيث معدل الانتشار شدة المرض ونسب الوفيات فعلى سبيل المثال بالرغم من أن سارس كوف المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وسارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد-19 يتشابهان جينيا إلا أن الأرقام المتوفرة إلى الآن وحسب منظمة الصحة العالمية فإن مرض سارس يعد أكثر فتكا ولكنه أقل عدوى من مرض كوفيد-19 والآن بعدما ناقشنا بشكل مبسط فيروس كورونا بشكل عام لنتعمق قليلا بمرض كوفيد-19 سمي مرض كوفيد-19 بهذا الاسم لأن كل حرف بهذه الكلمة يرمز لمعنى معين باللغة الإنجليزية على النحو التالي CO تعني كورونا ثم V والI ترمز إلى فيروس وأخيرا D disease وتسعة عشر أو 19 ترمز إلى 2019 وهي السنة التي تم اكتشافه فيها هل تعلم؟ هل تعلم أن الحالة الأولى لتشخيص مرض ذات الرئة بسبب مجهول المصدر في مدينة وهان في الصين التي تمت إحالتها رسميا لمكتب منظمة الصحة العالمية كانت يوم الواحد وثلاثين من الشهر الثاني عشر في عام 2019 أي في آخر يوم في سنة 2019 حرفيا يظن العلماء أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض COVID-19 أصله من الحيوانات ومن الخفافيش على وجه التحديد بسبب التشابه الجيني بين فيروس كورونا الذي يصيب الخفاش وبين فيروس كورونا SARS-2 الذي أصبنا به ولكن قبل أن ينتقل من الخفافيش مر بحيوان آخر وسيط قبل أن يصل إلينا وبسبب طفرات جينية أصبح هذا الفيروس قابلا على أن يصيب البشر وأخيرا وبعد أن وصل إلى البشر أصبح هذا الفيروس قادرا على الانتقال من إنسان إلى آخر بعدة طرق كما سنرى لاحقا أعراض مرض COVID-19 تختلف من شخص إلى آخر بعض الناس يمكن أن يكونوا مصابين بالفيروس ولكن دون ظهور أعراض جزء آخر من المصابين قد تظهر عليهم أعراض خفيفة في شدتها كالحرارة والسعال وضيق أو صعوبة في التنفس وشعور بالوهن أو التعب وأعراض أخرى تشبه أعراض الزكام المتعارف عليه الجميل هنا أن 80% من الناس عادة يتعافى بشكل تلقائي وبدون الحاجة إلى علاج معين ولكن شخص من 6 أشخاص ممن يصابون بمرض COVID-19 يشتد عليهم المرض مما قد يؤدي إلى صعوبة بالغة في التنفس وجزء منهم قد ينتهي به المطاف بفشل تنفسي يحدث هذا بسبب الالتهاب الحاصل بالرئة وتجمع السوائل داخل الحويصلات الهوائية تزيد احتمالية زيادة شدة مرض COVID-19 واحتمالية حصول المضاعفات عند فئات معينة من الناس أبرزهم كبار السن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة ونحوها ينتقل فيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19 بين البشر عن طريق الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطاس بمسافة تقدر بواحد إلى اثنين متر أو ثلاثة إلى ستة أقدام على سبيل المثال إذا قام شخص على مسافة قريبة من شخص آخر في العطاس فيمكن للفيروس أن ينتقل من الشخص المصاب ليتم استنشاقه ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لانتقال الفيروس نفس الشخص المصاب السابق ذكره في المثال إذا قام بالسعال قد ينتقل الرذاذ التنفسي الذي يحتوي على الفيروس ويترسب على سطح ما لنقل على طاولة مثلا ثم بعد فترة من الزمان يأتي شخص آخر ويقوم بلمس هذه الطاولة الملوثة ومن ثم يقوم بلمس فمه أو أنفه وهذا أيضا قد يكون سببا في انتقال الفيروس أما بخصوص المدة الزمنية التي يستطيع الفيروس أن يبقى فيها على الأسطح فتختلف باختلاف المادة المكونة للسطح ودرجة الحرارة وحتى الرطوبة نشرت دراسة حديثا أشارت إلى أن فيروس سارس كوف 2 لديه القدرة على البقاء إلى مدة أقصاها 4 ساعات على المواد المصنوعة من النحاس 24 ساعة على الكرتون أو الورق المقوى وحتى 72 ساعة على المواد المصنوعة من البلاستيك أو الحديد لذلك إذا كان السطح غير نظيفا فيمكنكم المبادرة باستخدام مطهرات الأسطح المتعارف عليها للقضاء على الفيروس ولا يجب أن تغفل عن الحقيقة التالية حتى الأشخاص السليمين ظاهريا قد يكون لهم القدرة على نقل المرض لأن بعض الناس كما أسلفنا لا تظهر عليهم الأعراض وبعضهم تظهر عليهم أعراض خفيفة الحدة فترة حضانة الفيروس تختلف من شخص لآخر ولكن بشكل عام تكون بين يوم إلى 14 يوم والمقصود بمعنى فترة الحضانة هي الفترة الزمنية من التعرض للفيروس وحتى ظهور الأعراض السريرية على المريض وهنا تأتي أهمية المحافظة على غسيل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعي لأنك ربما قد تختلط أو تتعامل مع شخص وهو في فترة الحضانة للمرض لماذا تم الإعلان عن مرض كوفيد-19 بأنه جائحة؟ حسب منظمة الصحة العالمية يمكننا تعريف الجائحة بأنه انتشار عالمي لوباء أو مرض بين الناس عادة ما يكون بسبب فيروس جديد ويكون أغلب الناس ليس لديهم مناع منه بداية لتشخيص مرض كوفيد-19 يسأل المريض عن الأعراض التي أصابته عن اختلاطه بأشخاص مصابين وعن سفره إلى الأماكن الموبوءة بالمرض ومن ثم يقوم الطبيب المعالج وبناء على حالة المريض بطلب التحاليل والفحوصات اللازمة تذكر إذا كانت لديك أعراض مرض كوفيد-19 حاول التواصل مع المركز الصحي أو اتبع تعليمات وزارة الصحة أو الجهة المسؤولة قبل الذهاب إلى المستشفى نحن لا نريد أن نرهق المراكز الصحية بزيارة أشخاص قد لا تحتاج إلى رعاية صحية أو تحاليل إضافية إذن لتشخيص مرض كوفيد-19 أو أي مرض بشكل عام نبحث عادة عن أدوات تشخيصية عالية للحساسية والنوعية ولفهم هذا الموضوع أكثر يمكنكم مراجعة فيديو سابق على قناتنا حول موضوع الحساسية والنوعية للاختبارات التشخيصية حتى تاريخنا الحالي التحليل المستخدم لتشخيص مرض كوفيد-19 يسمى اختبار تفاعل البلمر التسلسلي للنسخ العكسي Real-Time RT-PCR يمكن استخدام هذا الاختبار على عينات أو مساحات تأخذ من الجهاز التنفسي أما بالنسبة للأشعة السينية للصدر فهي لا تطلب عادة لتشخيص مرض كوفيد-19 ولكن قد يطلبها الطبيب المعالج في حالة الشك بأن المريض مصاب بمرض مختلف عن مرض كوفيد-19 أو لأسباب أخرى أما بالنسبة للأشعة المقطعية بالرغم أنها أعلى دقة من الأشعة السينية إلا أنها لا تطلب كذلك للتشخيص الروتيني لمرض كوفيد-19 ولكن أيضا حالة المريض تحدد ما إذا كان يحتاج لطلب أشعة مقطعية أو لا وهي تحدد من طرف الطبيب المعالج أما بالنسبة لتحليل الأرسام المضادة فيمكن أن تستخدم للمساعدة في تشخيص مرض كوفيد-19 أما بالنسبة لعلاج مرض كوفيد-19 فحتى وقتنا الحالي لا يوجد دواء موثق قادر على شفاء مرض كوفيد-19 ولكن يمكن علاج المريض من خلال توفير ما يعرف بالعلاج الداعم وقد يشتمل على تسكين الألم، خفض الحرارة، دعمهم بالسوائل والأكسجين عند الحاجة بعض المرضى قد تسوء حالتهم مما يتطلب دعما أكبر قد يصل إلى الحاجة إلى التهوية الآلية أو المساعدة الصناعية لدعم تنفس المريض تذكر أيضا أن بعض المرضى قد يصاب بعدوى بكتيرية بالإضافة إلى مرض كوفيد-19 مما قد يتطلب علاجهم بالمضادات الحيوية أما الآن فللوقاية من مرض كوفيد-19 فحتى هذا الوقت لا يوجد لقاحات لهذا المرض ولكن العديد من الأبحاث السريرية تجري على قدم وساق للبحث عن لقاح فعال حاول أن تلتزم بالنصائح التالية وبإذن الله ستقل نسبة إصابتك بمرض كوفيد-19 أولا غسل اليدين جيدا وبشكل كامل خلال اليوم ثانيا غسل اليدين أما ثالثا فهو أيضا غسل اليدين رابعا أترك مسافة قدرها 1 إلى 2 متر على الأقل بينك وبين أي شخص لديه أعراض زكام أو يشتبه بكونه مريض خامسا امتنع عن لمس وجهك سادسا تأكد من اتباعك ومن حولك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة أي على سبيل المثال وقت السعال أو العطاس حاول تغطية الفم بمنديل أو بكوعك مثنيا سابعا اتبع تعليمات الجهات الحكومية المسؤولة حول النشاطات اليومية أثناء هذه الجائحة ثامنا إذا كنت تشعر بالتعب أو المرض حاول أن تبقى في المنزل واحرص على عزل نفسك تاسعا إذا كنت تشتكي من أعراض مرض كوفيد-19 احرص على أن تتواصل مع الجهة الصحية المسؤولة قبل الذهاب إليهم إلا إذا كانت أعراضك شديدة الحدة عاشرا حاول أن تحافظ على أسلوب حياة صحي من جميع النواحي خلال هذه الجائحة وحتى بعد زوالها على خير بإذن الله أحد عشر كن على الطلاع دائم على آخر المستجدات اثنى عشر حافظ على هدوء نفسك لا تجزع ولا تنشر الشائعات وأخيرا تقف أهلك وأصدقائك وساهم في نشر التوعية في المجتمع من حولك يمكنك البدء من خلال مشاركة هذا الفيديو على سبيل المثال ملاحظة احرص على استخدام أقنعة الوجه بحكمة توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام أقنعة الوجه للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19 أو الأشخاص الذين يهتمون بأشخاص تظهر عليهم الأعراض إذا اتبعت هذه النصائح فإنك تساهم بشكل فعال في مساعدة الجهاز الصحي في بلدك في معركتهم ضد مرض كوفيد-19 أنت تساهم فيما يعرف بتسطيح منحنة الجائحة انتشرت عبارة لنعمل على تسطيح المنحنة ورفع خط الرعاية الصحية ماذا تعني هذه العبارة؟ وكيف تطبق على أرض الواقع؟ المنحنة الذين نتحدث عنه هو منحنة مرض كوفيد-19 وهو يركز على توزيع حالات العدوى على فترة زمنية معينة بشكل مختصر محور Y يمثل عدد الحالات المصابة بينما يمثل محور X الفترة الزمنية من أول حالة تم تشخيصها أما هذا الخط فهو يرمز إلى الطاقة الاستعابية للنظام الصحي في الدولة لذلك إذا تعدت قمة المنحنة هذا الخط ففي هذه الحالة نكون قد تجاوزنا الطاقة الاستعابية وبالتالي لن يكون بالإمكان تقديم الرعاية الصحية الكافية لمرضى كوفيد-19 أو حتى غيرهم والآن السؤال المطروح كيف يمكننا العمل على تسطيح المنحنة كي لا يكون بعض المرضى معرضين لتدهر حالتهم الصحية بسبب عز النظام الصحي نحن إذا التزمنا والمجتمع من حولنا بالنصائح التي ذكرناها والتزمنا بالتباعد الاجتماعي نكون قد أسهمنا في مساعدة نظامنا الصحي وأتحنا المجال لهم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المصابين أما بالنسبة لخط الرعاية الصحية فيتم رفعه قدر المستطاع من جهة النظام الصحي من خلال زيادة عدد الأطباء المتاحين عدد الأسرة أجهزة التنفس الصناعي وما إلى ذلك من المتطلبات لخدمة المرضى بشكل عام ومرضى كوفيد-19 خصوصا تحدثنا خلال هذا الفيديو عن فيروس كورونا وقلنا بأنه فيروس رايبوزي أحادي السلسلة موجب لاتجاه ولديه غلاف خارجي الفيروس المكتشف حديثا والمسبب للجائحة التي نشهدها هو من سلالة اكتشفت حديثا من فيروسات كورونا ويعرف اختصارا بسارس كوف 2 إذا أحسست بأنك مريض وظهرت عليك أعراض شبهة بمرض كوفيد-19 حاول أن تتواصل مع الجهة الصحية المسؤولة واطلب مساعدتهم اتبع النصائح الآن في ذكرها لتساعد على محاربة هذه الجائحة وفي نهاية هذا الفيديو تذكروا دائما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج بحمد الله هنا تأتي النهاية نأمل أن تكونوا قد استفدتم فهذا هدفنا ونشر الوعي غاية إلزموا بيوتكم وقاية تفائلوا غدا تفرج بإذن الله ونكون نحن أبطال الرواية وكالعادة لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو والإعجاب والاشتراك في القناة كي يصلكم أي جديد من شروحات ودروس تعليمية ودمتم سالمين